هذه الكتابة الممحوة على أحد المباني الواقعة في المدينة القديمة وسط تعز تنبئ بأحداث أليمة ماضية وواقع جديد إنها إحدى مدارس الفتيات التي تضررت بفعل الحرب التي دارت في تعز حيث كانت هذه الفصول ضمن مساحات الجغرافية الحربية الواسعة منذ بداية الحرب تنوب على هذا المكان كثيرون نازحون أولاً كانوا هنا ثم مسلحوا كتائب أبو العباس المدعوم إماراتياً والذين اتخذوا من هذه المدرسة مقراً لهم خمس سنوات توقفت فيها هذه المدرسة عن التعليم والعمل وعن طابور الصباح وعندما غادر المحاربون التابعون للكتائب إلى ريف تعز الغربي عقب اتفاق تم بين اللجنة الأمنية وأبو العباس في إبريل الماضي عاد المدرسون والطلاب وعادت الحياة ككل شيء يعود مؤخراً وتدريجياً إلى هذه المدينة يعني خف أول ما دخلناها قبل الحرب يعني كانت ماشرة عليها بس لأن ما دخلنا يعني خلاص كان خف يعني هنا بمدرسة مقمع مدرستنا أصار تاحه وبيقوي ويحطر ويقرب هؤلاء الطلبة كانوا ينتظرون رحيل المسلحين وخروج المعدات العسكرية والتأكيد على أن المدرسة خالية من الألغام أما الحرب وذاكرتها فكانوا يعلمون أن آثارها ستبقى طويلاً هنا في الممرات وعلى هذه الساحة أحلامهم تتحدث عنها هذه الطالبة لي من قبل درست هنا من صف خامس والآن إن شاء الله رقعنا مدرستنا ونعيد تأهيلة يا رب إن شاء الله بسعني أقول أن يدي أحداً ما سفق لازم نحن نتعاون الجميع لكي نعيد تأهيلة مدرسة مرة ثانية وإن شاء الله نتعاون يقودهم الفضول يومياً لمعرفة تفاصيل وبقايا الحرب كيف أثرت وماذا فعلت ومن هؤلاء المسلحون الذين عبروا من المستقبل إلى الماضي يتحسسون كل شيء له علاقة بها فضول حتى لدى الأطفال فرحة تبديها الطالبات برجوع مدرستهم إلى سابق عهدها واستئناف العام الدراسي الجديد حتى وسط هذه الظروف غير المثالية إن قطع ابناءنا الطلاب عنه لما يقارب الخمس السنوات وها نحن اليوم نعيد الطلاب إلى بيوتهم بالمعنى الصحيح هذه العودة إلى الدراسة لم تكن سهلة على الطلبة والإدارة فلا يمكن للمشرفين عليها وحدهم مواجهة كل هذا الخراب الذي تركته الحرب ينتظرون القائمين عليها وهي مؤسسة هائل سعيد أنعم بترميمها وإصلاح متهدد